طيب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم طيب أنا عندي لك سؤال واحد وين أسلوب الدعوة لمن انت ثيئ قالوا من أحسن غولا من من دعا إلى الله ديل ناس بيدعوا لله برضو زيك اش معنى انت ثيئ تقول لهم يا تافي يا شماشي ده أنا بشوف انه ده ما أسلوب بتاع دعوة انت والشيخ أبو بكر والشيخ الثاني اللي بتفتر ده ما عارف اسم مشهور ما في اسلوب بتاع دعوة أنا بشوف انه اسلوبكم في الدعوة في غصور كامل تماما المفروض اسلوب الدعوة زي المفروض تدعون بالموعزة الحسنة صح والله ما صح فأنا شايف انه في غصور في اسلوب الدعوة بتاعكم وجزاكر الله خير ما تابع لأي زول ما تابع لأي زول بشهد انه لا اله الا الله وانه محمد الرسول ما تابع لأي فئة ولا اي طائفة ولا يا اخي اول حاجة كون يقول ما تابع لأي طائفة دي حاجة كويسة ودي الحاجة نحن دارينها من الطلاب والحمد لله بيقى تصهر يوم بعد يوم ان الطلبة كلهم بيبينوا ما تابع لأي طائفة ولا يحزب من الحزاب العلمانية والكيزان وغيرهم 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 وده خير يا جماعة ده خير كبير كل ما الناس بعدت من الأحزاب والطرق الصوفية الموجودة دي والجماعات اللي بيسموها زورا إنها إسلامية الإسلام بريء من الأحزاب والجماعات احنا ما بنقول ده الكفار لكن الأحزاب والجماعات ما ينسبوا إن الإسلام أقر الكلام ده ده باطل لأن الإسلام منع الحزبية ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء أحزاب وفرق لست منهم في شيء يعني ما تخش معهم ولا تعاونهم لأنه ربنا قال لست منهم في شيء ما تعاونهم في أي شيء ولا تجالسهم فدي نقطة نحن بنأيدك فيها أما موضوع الأسلوب الأسلوب في القرآن والسنة يتنوع ما أسلوب واحد ورد بطريقتك دي دي ورد بيها دي تتكلم من برة وتقاطعني وأنا ما قاطعتك أنا قاعد أجاوب في السؤال الوجيه ده قاعد أجاوب لكن تصرفك ده ما هو وجيه وتحداك تقول ليه ورد تصرفك ده ورد أنا إذا أجاوب ليك أنت ما لك وشكرتك في حاجة كمان أنت ما لك منطاق طيب طيب أما السؤال بتاعك الأسلوب في القرآن والسنة متنوع ومختلف ومتعدد أمسك عندك قال فقولا له قولا لينا ده ورد ورد واحد قال ما دي المرة اللولة لما مشى موسى إلى فرعون موسى وهارون مشى إلى فرعون عليهم الصلاة والسلام وجير فرعون لعنه الله قال له قولا لي ربنا قال لهم قولوا له قولا لي ده المرة الأولى وده ورد المرة التانية موسى مشى إلى فرعون وقال له وإني لأظنك يا فرعون مثبورا يعني ملعون تخيل دولهم شي يقول له فرعون انت ملعون فيه وشك ده أها ده رأيك فيه وشك ده ورد أها رأيك شنو كذلك ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي ده في القرآن ورد في القرآن جاهد الكفار والمنافقين واغلص عليهم ده ورد ولا ما ورد ورد ده في القرآن خلاص في السنة في السنة محترض على الألفاظ القناف الجفري وغيره جاء في السنن ابن مهجة بإثناء صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شانتاني ما بزولي جي يلعب على الوتر ده هو ينبزنا وقل لك له قولا له قولا لين نحن ما برضو نحن ما برضو قولوا لين قولا لين ده من التناغذات بتاع النازل طيب في السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال في السنة ابن مهجة بين يدي الساعة سنوات خدّع يؤتمن فيها الخائن وقدتك مصدر الحديث لكي ترجع عليه لو أنا كذبت ويؤمن فيها الخائن يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق الرويبضة قالوا ومن رويبضة يا رسول الله قال الرجل التافيه يتكلم في أمر العامة ورد في السنة رواية أخرى وردت من نفس الحديث قالوا ومن رويبضة يا رسول الله قال الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة وردت في سورة البقرة في الجزء الثاني بدايته ربنا قال سيقول الصفحاء من الناس ديل ما طوب ولا حجار ديل ناس الله قال الصنف من الناس ديل شنو صفحاء طيب محمود محمد طه قال الله قال اللي انت بتعبده قلت اشهده ان لا اله الا الله صح قال الله دا هو الانسان الكامل اها دا انت رأيك بشنو ان احنا ما در نقول عنه حاجة انت تعال قل لنا عنه حاجة وانت اخ جاي تزمنا نحنا وليه ما زميت الزول دا اللي بمدح في محمود محمد طه الملحد المرتد ليه ما زميته ليه ما نصعته عشان تجوا النازل بتاجرب القضايا كيف واحد القتلك الما من كيزان يلقروكم مسخن وما في اي طريقة تقدر تجغم الحجج دي ما بتقدر ايجي يقول لك لا بس بس والله بس قال له اسلوب حبا كده اها صلحناه باقي الكلامنا كيف عرفته بعدين يا ناس نحنا ما عندنا اي ودينك طلابه دا وضحه انا ما بيشتغل بك لو تكلمت اليوم الغيامة لانه دا ما ورد اسلوبك دا عرفت كلامي طيب نسانا الكلام دا اتوا ايوة انا دا اوضح نقطة قبلي محمود محمد طيب انه شنو انه نحنا والله بشر بعد الكلام دا بقوله نخطي ونصيب ونقبل النصيحة لكن لو كانت النصيحة صحيحة اما دا تتاجر بنوريك الحاصل ورد في السنة ايضا فيما صحى الالباني قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعزى بعزى الجاهلية وعزى الجاهلية دا شنو عندها معنين معنى قالوا يدعو الى قبلية وكذا لانه دا جاهلية زي الكلام اللي بقولون يسأل حلو بيدعو للعنصرية وكذا دي الجاهلية المعنى التاني من تعزى بعزى الجاهلية يعني يدعو الى الشرك اللي هو اساس المشاكل اللي كانت في الجاهلية وموجودة الليلة زي الجفري الجفري قال غير الله بيخلك انت ليه ما يقول ترايك برضو في الكلام دا شنو الخالق واحد ما في غيره فتبارك الله احسن الخالقين اما كوالالا له الخلق والامر كون زاته نحن نتناغش انه الله بيخلك براه ولا معه الجفري ولا بتاعنا الجفري دا موضوع زاته والله خطير جدا الجفري دا كلامه لكن في ناس ساقد بعجبهم العمة والصفار بتاع الجفري وكذا والحركات بتاعته يقول لك لا والله دا من اهل البيت اشانا اصفر يعني في ناس ايدال الجفري دا ما يرضى فيه كلمة بس والله عشان شكله دا ما بيرضى فيه كلمة الجفري دا عنده الهين قال غير الله بيخلك وعلا بيخلك بعد دا انت سميه ما شئتا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعزى بعزى الجاهلية فاعضوه بهن أبيه ولا تكنوا يعني خطة عديل قال ما تكني تعرف الهن الاسماء الخمسة وعملوه ستة بعضهم السادس دا دا الهن امشي اسأل منه بورك نحن قلنا زي ما وما كننا طيب الجفري عنده بلاوة كثيرة يا ناس ما بلوة واحدة بلاوة كلها كفر كلها كفر ما شبته قاعد مع الشيعة يا حسين يا حسين بنادي يستغيث مدد يا حسين يستغيث بغير الله يستغيث بالحسين وربنا سبحانه وتعالى قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وربنا قال الناس اللي بيستغيثوا بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله الله قال ما في أضل من الناس ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وهم عن دعائهم غافلون تشمل برد الصوفية اللي بيمشوا بيسألوا ناس القبب وبيستغيثوا بالميتين زوال الميت لهم متين سنة يمشوا يدعو من دون الله الله أتكلم عن الموضوع هذا في القرآن وقال ما في أحد أضل من ديل وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم عداءا وكانوا بعبادتهم كافرين ده نحن بنا ندعو لي فرصة مفتوحة فرصة مفتوحة ما ضروري أغنعك في ناس النبي عليه الصلاة والسلام أنا شنو كلمهم بالقرآن وبالسنة ما اغتنعوا ربنا قال ليس عليك هداهم نحن علينا البلاغ وذبلغناك اهتديت ما اهتديت بطريقتك فرصة مفتوحة فرصة مفتوحة للحوار ونقاش اشتركوا في القناة